دفعة جديدة تقدمها وزارة الإسكان بـ 82 وحدة سكانية و88 قطعة أرض سكانية بالإضافة إلى 23 قطعة أرض تجارية بمحافظة رمح التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بحضور معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل هذا المشروع التي تصل مساحة بأكثر من 200 ألف متر مربع ضمن عشرة مشاريع في مختلف محافظات الرياض بأكثر من 15 ألف منتج ضمن برنامج سكني التي أعلنت عنه وزارة الإسكان بـ 288 ألف منتج سكني وتمويلي مع افتتاح هذا المشروع الجيد والمفيد للمواطن والذي يهيئ له مسكن مريع ويعيش بكرامة فيه إن شاء الله وهذه توصيات القيادة دائما منذ أن أسستها البلاد إلى الآن الآن يحثنا الملك سلمان دائما على بذل الجهد ليعيش المواطن مكرما ومقدرا مشروع إسكان رماحي تكوّم من عدد 88 قطعة أرض مطورة بالإضافة إلى 82 وحدة سكنية يشمل موقع مخدم بالكامل بنية تحتية من شبكة تصريف أمطار وشبكة تصريف سيول تكلفت المشروع 93 مليون شامل أعمال بنية تحتية وكذلك الوحدات السكنية والأراضي المطورة حلول تسعى من خلالها وزارة الإسكان لمواجهة التحديات في القطاع العقري الذي يشهد عدم كفاءته في ظل صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب فالبيئة تمولية غير مكتملة في هذا القطاع تصنع حواجز للتقدم فيه بالإضافة إلى محدودية المطورين العقريين في المملكة إن شاء الله كل سبوع وكل فترة ستجدون مشروع يسلم لأبناء هذا الوطن الكريم الغالي وإن شاء الله يوم 15 من هذا الشهر سيتم تسليم الدفعة الثانية 15 مارش إن شاء الله سيكون تفاصيل أكبر لهذا المشروع نحن بالنسبة لمنطقة الرياض فقط للتذكير لدينا تقريبا 13 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها وسيكون هناك 6500 أرض سيتم تسليمها وتقريبا 20 ألف قرض ضمن مرنامج 280 ألف منتج سكني إن شاء الله رفع كفاءة القطاع العقري من أبرز الحلول المنتظرة من وزارة الإسكان من خلال زيادة نسبة الأراضي المعروضة فيه ورفع أداء القطاع العقري لتمكين المواطن للحصول على منتج سكني مناسب بالجودة والتكلفة مش عن فعل إخبارية ارماح